السلام عليكم اخباركم ابن غرين دايما معي بساعدكم في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مراحب يا اهلا من الشارك سعادة غامرة دائما بوجودي معاكو دايما يا رب خيطوا انخوا في الموضوع مباشرة دون لف ودوراه على طول كده لقد فاز جمهور نادي الزمالك في معرقته على السوشيال ميديا على جمهور نادي الاهلي وباكتساح رشد الخيام اكتساح ايوه مش بقول كده عشان انا راجل انتمي لنادي الزمالك وبنسمي الى جمهوره لكن بقول ده على ارض الواقع جمهور الاهلي زعلان متدايق غطبان حتى ان الفنان المغني كوزبرة يعني الاسم راحب بحر شهير بكوزبرة الاغنية بتاعته اللي استخدمها الدونجة اللي اصبح يبدو انه حرائي جديد لو اعلم بقى يا دونجة ايوه تعمل زي امام المهم بعد ما استخدمها الدونجة وجمهور الزمالك يشتغل عليها وعمل عليها كليباته وريلزاته وحكاياته ورواياته وعلى الجروبات على الفيسو بتاعه وده ضغط جامد اوي على اعصاب جمهور الله وكمان صفحة زيك الرسمية في موضوع الخواجة الخواجة هو الحاجات دي اشارة الى امام عشور وهتافه واغنيته يعني سوشيال ميديا الزمالك ركب الموجة بتاعة الفوز وركب مشوار النجاح والمعركة الاعلامية على السوشيال ميديا وخد جمهور النادي الاهلي في منطقة الدفاع جمهور النادي الاهلي اساسا قبل ما يدخل في منطقة الدفاع عن النادي الاهلي او لعبته كان بدأ يصرخ ضد ويحتف ضد لعبته اللي راحت مع اسلام سعد المصومي الازياء وكهرباء هو بيرقص ومش عارف امام عشور ايه انه دوت السبب وانه لازم فيهم دير كورة انه لازم فيهم دير كورة انت وصلي لدير كورة بش هيمنحهم يعني لكن ماشي مدير الكورة هو اللي هيحل وله هيربط كلام مش هيحصف لا هيحل ولا هيربط ان شاء الله لو مين خلاص انتوا كاهلوية وهنا المعركة اللي اكسبها الزمالك انتوا كاهلوية مش راضين تصدقوا ان النادي الاهلي ولعبته عاديين. زي اللي كده نفوز عليهم هم. اللي انت كنت له ضعيف وحبب بلا ليه طلع يقول وا 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 وا. طب هو المعركة اللي زي كسبها ايه? انه جر الاهلي او جمهور الاهلي للدفاع. وانه هم دلوقتي الاهلوية بيدوروا على زي سكتوا جمهور الزمالك. مش ليل حاجة. ليه? ليه ما فيش حاجة على السحة يا فندم. دل غاية يوم عشرين. عشرين كتوبة ده دلوقتي كامل واحدة. وبعدين بقى ان لو حتى زي خسر مش مشكلة احنا خدنا عليكم السوبر الافريقي ايه ما مش عارف ايه? فاللي عاوز يكمل الموضوع حيكمل. لكن ليه من وجهة ماظري الملكوية كسبوا معركة السوشيال ميديا? كسبوها لانه جروا ان الجمهوري الاهلي للدفاع. وجروهم دلوقتي انه يمشوا وراهم في الركاب بتاع الترند اللي الزمالك عمل. دلوقتي يقول لكم كوزبرة يطلع من فيديو لها كان اهلاوي ومتزعش من الجمهوري الاهلي عشان كنت تم استخدامها للموضوع وفرحان طبعا لانه صفحة الجمهوري الزمالكوي عمل مشاهدات وعمل حكاية كبيرة جدا. وانتو عاوزين تعرفوا ازاي جمهوري الزمالك فرحان وازاي راكب الموضوع? ادخوا على صفحة الزمالك الرسمية. شوفوا اللايكات والكومنتات عددها. بس رياحوا خلص. ادخوا شوف وقارن من اسبوع. قارن من شهر. وشوف كانت الدنيا ماشية ازاي? عشان تعرفوا ان الفرحة عارمة. يعني غير مسبوقة عند جمهوري نادي الزمالك. ادي واحدة. اتنين بقى. تعال بقى نروح للقضية اللي شغلت جمهور نادي الزمالك. وهي بوبينزا. النهاردة طلع خبر ان نادي ربيد بخارست تلقى اختار من الفيفا برفع الزمالك دعوة قضية ضده لأحقياته في خدمات اللعب ارهم بوبينزا. اللعب ده كان هيكون مفيد في ازاي? اوه. كان هي بجامل جدا. بس هو بقى ادماخه بقى رايحة كده. طيب. الزمالك عمل ايه? شوف يا سيدي. قدم اتفاقية وقعها مع اللعب. ولا سعد. ده حاجة معروفة. وزيك نفسه قال كده. اتفاقية تعاقد. قال كده. في رأسه. وان النادي شايف ان اللعب لم يحترم الاتفاقية ومن وتوقع ان يسمح. الفيفا للعب المشاركة بشكل مؤقت. حتى الحكم في القضيشة. مع ربيد بخارست. لكن في حال تم الحكمة صالح نادي الزبالك. سيتطر النادي واللاعب لدفع. اللعب ربيد بخارست. هيدفع فلوس غرابة. ايا كان بقى قيمتها ايه. طيب. من ضمن الوراق اللي قدمها. الملف بتاعه انه التحويل اللاش البطاقة من الاتحاد الامريكي بناء على التفاقية دي. وان البطاقة عند نادي الزبالك. طيب. واحدة واحدة كده. وخلي بالكم من الكلام. نادي الزبالك لقى حقها في اللعب. اه. طب هو الزبالك مستعجل ليه. ليه نادي الزبالك مستعجل. ليه يروح يقدم اللي بتاعه. ما هو الغاية دلوقتي اخواتك بتوعوا ربيد بخارست. مش ما اعلنوش انه وقعوا مع اللعب. ولا انه هيلعب. ولا طلبوا شهادة. الزبالك عمل خطوة اصطباقية. خطوة اصطباقية. انه يشكل اللعب واللاعب. واللي يدي على اعتبار ان فيه تصريحات خرجت بفيديوهات. اللعب يكشف طبي واستقارير الصحفية الرومانية انه ربيد بخارست. وتصريحات المدير الفني البخارست. انه راجد ده في بخارست. في ربيد بخارست. النادي لم يعلن. وكل شو قالك لسه ما خدش التصريح العمل. وخصة ما عاش عارف ايه. طب زيك عمل ليه الخطوة دي. لاستبقية. ايقل ليه. عشان كهربا. عشان ايه. كهربا. الزبالك من ضمن. يعني رغم انه كسب في قضية كهربا. لكن اخطأ خطوة. واحد انه ما اشتكاش. الفريق اه افش. ولا اه مش عارف اسمه ايه ده. البرتوغير. في الورق. اشتكاش الكهربا بس. الزبالك. ورت ربيد فيه. انه رسمي. ربيد بخارست. رسمي. اما بيعمل ده. ضربة استباقية. ليه? لان الزمالك. وقدرته. وقدر باكم لكم تفاصيل التفاصيل. قدرت الزمالك. عرفت. او جالها نبأ. او خبر. ان ربيد مش هيقيد اللاعب خالص. ولا هيطلب اساسا البطاقة. طب واعمل ايه الحكاية دي? قالك ايه? في حد بقى او حدة او حدود ايا ان كان. قال لي بطلع ربيد ان كده كده الزمالك مش هيقرف ياخده. لانه مش هيقرف يقيده. رسمي. في اه في السجلات اتحاد الكرة لانه ما عندوش العقد الشخصي لمينو بين اللاعب. فالزمالك وقتها هي ايه? مهمش يحط الاسم في القايمة. ويصبح لعب في ايه? البطاقة تبه حرة كده. تمشي في الهواء. طاك 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 طاك. فالزمالك المعرف المعلومة دي. او رايح مش تكي. ليه الزمالك بيشتكي دلوقتي? يوم تلاتين سبتمبر. لان في هذه اللحظات زمالك بيحفظ حقه في اللاعب. حتى ولو ما ايدوش في القايمة في يوم خمسة وعشرين اكتوبر اخر يوم. لو يتم قيد بوبنزا في القايمة بتاعة الزمالك. يعني ما جاش اللاعب وواقع وزاك ايدوه. تمام؟ يبقى حفظ حقه. الخطوة الاستباقية دي هتخلي الموضوع خلال الكام يوم يتطور. ليه؟ لانه في اللحظة دي ربيد بوخاريس تعرف انه من الفكرة اللي كان عاوز يلعب بيها. لعبت ان اللاعب حر وزاك مأيدوش وانا جبته ولعب حر. بازت. وهنا لازم نحيي مسؤول الملف ده. اللي شغال على الملف ده في نادي الزمالك. ايا كان اسمه بقى الناس تقول انه عمر ادهم. ناس تقول الكابتين احمد سليمان تقول لا ده المحامين ايا كان كلهم. نشكرهم على الحاجات اللي بتقول ان النادي بقى يتحول الى مؤسسة. وعنده ناس بتنصحه وعنده ادارة بتتحرك لحفظ حق النادي. وحق النادي يا جماعة بقى محفوظ بهذه الشكوى. الزمالك ايد بوبينزا ما ايدوش الموضوع خلاص. دلوقتي ازاي بيشتكي اللعب النهربان ومعايا بطاقته. ويه بيشتكي النادي يقوله اللي ده اللي اعمل كده. ومعايا انا بطاقته. الذي ما عملش اي اجراءات باللحظات دي لدخول اللعب في قائمته ولا طلب بطاقة مؤقتة ولا 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 الحاجات دي. معتقدا ان الزمالك كمان عشرين كده كده اللعب بيتجاهز. وهم يقولك ده لسه بيتجاهز ويدخل في اكتوبر. فهم مجهزين نفسهم. ان الزمالك مش هيقيد. فاهم احنا شالين الموضوع. فالزمالك الدربة للصبقه دي جبارة. عاية جدا انه راح اشتكى وحفظ حقه. تالت وامتالت ونشوف بقى ان الاتحاد الدولي هيحكم بايه. يحكم لصالح الزمالك او محكمش لحاجة تانية. لكن في الاخر ازايك حفظ حق. اه ممكن تبقى قيمة لهم ازاي ما احنا معتقدين ناس تقول تلاتة مليون واربعة ممكن يبقى مليون ممكن ستوية الف. لكن مش فرقة القيمة المالية اللي هزايك هياخدها. المهم انه يكسبها. وخلي بقى لك القضية دي مش هما هيجي مسلا يوم اه واحد اه نوفمبر يتحكم ازايك مسلا بمليون دولار ازايك اخدت من نوفمبر. لا ده لسه في استقناب ومحكمة رياضية ومشاك. حقوق زايك مستمرة في القضية. لكن اصل الموضوع يوم ما تحكم يحكم التحاد الدولي. بغرامة بقى تلاتة مليون دولار بعملون دولار. ازاي يمشوا عراها ازاي? واللي هما يعملوا ايه? والدنيا هتروح فين? الله اعلى واعلم. لكن ازايك حفظ حقه. طيب. عاوزين نروح لحاجة تلك. الحاجة الاولينية جوميز. جوزي جوميز المدير فن نادي الزمالك بعد الفوز والثقة التامة اللي خدها من معظم جمهور نادي الزمالك. خلا بقى يتكلم بوضوح مع ادارة الزمالك. ما كانوا في السعودية. ايه الوضوح اللي طلبوا? الكابتن جوميز طلب من الكابتن حسين لبيب صديق اجولة. مصمم على تواجد صديق اجولة. قال له احنا قدامنا خمسة وعشرين يوم محاولات لازم ادارة الزمالك تحاول بكل الطرق الممكنة التعاقد مع صديق اجولة. وكأنه يهتف اجولة يا لبيب اجولة يا لبيب. الحقيقة انه ادارة داد الزمالك هتبدأ مشوار التعاقد مع اجولة. بناء على اصرار شديد من جوميز على اللعب. والحقيقة انه اللعب جيد. وحد الشيطة رنكر. بس ابتكر معايا ان ان سيراميكا اشتراه من سموحة اشتراه بخمسة وعشرين مليون جنيه. حتاخد انت ازاي وتقنع بتوع سيراميكا ازاي دي قصة هانج. هل هنجيب بقى آآ وسطاء يدخلوا معانا في الموضوع. لاقنع اخوتك بتوع سيراميكا اللي فيهم اهلوية ولا لأ كل الامور دي هتبان خال فترة الجيش. لكن انا بقول لكم ان صديق اجولة الزمانك ممكن يتعقد معاه باعارة بالنظام الاعارة وحق الشرع. يعني الراجل اهم حاجة يجيلي اللعب. الموسم ده انا عاوز اللعب انا وازق اللعب. العاوز يا بابا العاوز يا بابا. العاوز يا بابا العاوز. عارف انت فيه ده? اه كويس. جميز بقى بيقولك اه اجولة يا لبيب اجولة يا لبيب. اما نشوف حسين لبيب هتحقق طلب الجميز ولا لأ خصوصا ان الكابتن حسين لبيب مقتنع شديد لاقتناع بجميز. لو منسمى لو انا مقتنع كرئيس نادي الزمالك طبعا. مقتنع بجميز. يبقى انا هوفر لجميز اللي هو عيسه. فنشوف المشهد بقى رايح فين وجاي منين? فيما يخص صديق اجولة. وهذا هو الحدث اللي الزمالك هيشتغل عليه الفترة الجاية. الفترة الجاية. زيك هيعمل محاولات قوية جدا جدا للوصول لهذا الامر. بمناسبة الكابتن حسين لبيب. كابتن حسين لبيب كتب صفحة كبير قوي تحت طبعا عنوان الشهير الزمالك اولا. بيحيي فيه ادارة اه جمهور الزمالك واللعيبة. وفكرة انه ده اللقب الثالث اه بدون خسار على حساب اشقائنا من الاندينة المصرية. وهو ما يزيد عن قوة يزيد من قوة منافسة عبطوك قيمتها طبعا زيت فاز. على الاهلي مراتين. وعلى المقولين مرة. الدول التلات مرات يعني. وانه اللقب الثاني اللي انا في ادارة ازاي في اقل من سنة او سنة خلاص. انت بكلم في اكتوبر يعني. فبقى سنة. ومجوم في اكتوبر اللي فات. فاهلا وسحلا. ماشي. وقال لك حاجة مهمة اوش. وهو ده نداء ليس خفيا. وليس نداء خفيا ولكن هو نداء معلنا. ينادي نداء معلنا لجمهور نادي الزمالك. قال لك اي بقى? قال له هو بيتكلم طبعا لجمهور الزمالك وانه زمالك هيبقى رقم واحد. اولا والتفاصيل الجميلة دي. وبيقول انه نعاهدكم على مواصلات العام لاجل التجاوز كل الصعاب. طيب. افتكر بقى كلام مهم هو قاله في هذا الاطار. قال لك انه نحن نحاول بكل جهد تعويض ما فاتنا من في عصور عصور ما قالش عصر. في عصور التخبط الاداري السابقة التي ابعدت الزمالك كثيرة عن رصيده وارسه القاري المميز. ارسه القاري يعني بطلات افريقية. حلو. طيب. ايه بقى اللي انا عاوز اتكلم فيه? عاوز اتكلم للمعلومة الاخرى اللي اتكلم فيها كابتن حسين لبيب عن فكرة الايه? القصة التخبط الاداري. قال لي ايه بقى? شوف ان هذا التخبط الاداري ان فترة ان فترة التخبط الاداري لم تقتصر تبعتها فقط على توقفنا. توقفنا عن اضافة ما اعتدنا عليه من القاب ولكنها تركت لنا عب اقتصادي كبير. نعمل جاهدين على تكاوزه. ولكن بالتأكيد لن يتم هذا بين عشية وضحها. ولكن انا واثقي من استمرار مساندتكم لنا مع الصبر علينا. ده النداء اللي اطلقه الكابتن حسين لبيب وهو ليس زي ما بقوله مش نداء خفية. لا. مقالوش بينه وبين ربنا. لا. ده قاله بشكل علني لجمهور نادي الزمالك. هل جمهور نادي الزمالك بعد فوزي الزمالك بالصوبر علينا. اللي هو الفرحة الكبيرة اللي عنده جمهوري زيك هيستمع ويوافق على هذا النداء الذي اطلقه حسين لبيب. ايه هو? ايه هو? الصبر والمسندة. احنا عندنا عبقق مشاكل اقتصادية في النادي ومحتاجين منكم الصبر والمسندة. الصبر علينا والمسندة. لان صبركم سيمنحنا الدافع والقوة الاضافية. هزا هو نداء حسين لبيب لجمهور نادي الزمالك. فهل من مجيب? الحقيقة دلوقتي الكرة في ملعب الجمهور. خصوصا انه الجمهور اللي كان غضبان من الكابتن حسين لبيب شخصيا عشان مطش الاهلي اللي في الدور التاني وعدم اللعب. دلوقتي نسي الكلام ده خلص وطياره من ودنه ومن دماغه ومن افكاره ومن عقوله. ورماه في اخر في اخر خلفية الزكريات عنده. وبعدها في اخر دماغه من افكاره وزكريات. وده يتذكر الصبر. فهل النداء سيسمع وينفذ جمهور الزمالك هذا النداء بينهم يصبره ويسنده ادارة الزمالك?